اشتركوا في القناة يدوس على المستحيل ويوصل للهدف بالنصر أو بالشهادة انك تكون خالد على طول الحياة معناه انك تعيش وتموت بطل بعد الرحيل طاقة أمل انك تكون للناس مثل وذكرى بقية ما تنتهيش انك تجود بالروح علشان غيرك يعيش دي حكاية الأرض اللي تروت بدم الولاد الجنة للشهدة والأرض للأحفاد من شرق مصر الغربها من بحرها لآخر نقطة في حدود السعيد حكاية مصرية والبطل هو الشهيد بالوح أيوة يا حبيبتي يعني ينفع من تكونش معي في يوم زي دا مو عليش يا حبيبتي ان شاء الله هجي لك تمام يا فاندر تم ناصل مجموعة الهامية بأحد المسارع الموجودة جنوب الغوطة 65 تم تحرك الكوات للتعامل يا فاندر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كالب 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 مفزي مفزي كمل أكمل إنتم رجاء تحلت أنت كويس أصبح الكلام أكمل أقول أقول لها أنا خط حقي ميت معنا أخلي خليه خليه أقول لابني أنا حملت إيه عشان عشان البلد دي تعيش مبروك مجالك يا أستاذ علي يا أخيراً شرفت وأنا ورت الدنيا يا مش قلت لك إن المراضي ربنا هيكرمك حدر الله هتسمي إيه هتسمي خالد مش هني بقى له حظ من إسمي هو مين دي يا بابا؟ ده الشهيد عبد المنع مرياض يعني إيه شهيد؟ الشهيد يا حبيبي هو اللي بيموت علشان إحنا نعيش وحتى موته مختلف موته مليان حيان لينا ولي والبلدنا كلها دي عمك خالد كده مش هو مات في الحرب شهيد بس إحنا لسه فكرينه وهيفضل عيش معنا في قلوبنا طول العمر آه لازم كل واحد فيكو يا أولاد يكون عندو حلم لما يكبر علشان كده أنا عايز أسألكو كلكم كل واحد نفسه يعقى إيه لما يكبر انتي يا هالا نفسك تبقي إيه لما تكبر نفسك يا دكتور برافو وأنت يا خالد نفسك تبقى إيه لما تكبر؟ نفسك زي البطل عبد المنعم رياض إيش معنى البطل عبد المنعم رياض؟ علشان هو مات وهو بدافع عن بلده برافو هو خالد اتأخر كده ليه؟ كده عيله ربنا معاه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكلك بيقول خير الحمد لله بقيت زابط وقبلت في كلها الحربية يا ألف عرب يد يا ألف عرب يد يا ألف ألف مبروك يا حبيب ألف مبروك يا حبيب ألف مبروك يا حبيب ألبي ما أناك يا بابا؟ أنت مش فرحان ولا إيه؟ يكون مال يعني فرحان لك طبعا حورتك عارف يعني ده حلم من زمان ربنا يحقق لك كل نفسك فيه ما تسمعين إذا جنوتها المخالي إن شاء الله الأجازة الجاية نكتب الكتاب على طول الله مستعكل قوي كده ليه؟ خير البريع عجله يا أسيد محمود أعرف إن أنا وعلي اتعرفنا على بعض واتجوزنا في شعرين أه لأذا كده بقة أنت طالما بستعجل زي هو во إيه وإللي من عمر ولا العروس يعني مت vorbereرايها أنا بأكد عليك الدكتور خلاص حد معه لدي لولادة يوم الخاميس الجاي هتبق معينا؟ إن شاء الله وأكون أول واحد في استقبال معا ليباشا إن شاء الله أهم حاجة بس ترك علينا وسلم كل ما بسمع الأخبار اللي من دول قلبي بي وجعني بتقليش علي أنا عايش مش هموت بطل الكلام ده لو سمحت يعني أريدك أكون قل من إخواتي يا وبعدين معيك بطل خلي بالك من نفسك عارفة إحنا عندنا في الجيش عو كده سبت هي إنو عنايش فيه الأرض عزاء يمكن في بطن الأرض شهداء يعني كده كده قاعد في أرميزك وبعدين معيك بقى ناس بلا بعدين أبطمن عليك ساعت ولدي مغير كنت مش هولت منها هل حقيقة قبل الأولاد ناسي خلي بلعك من قصة أكتر السلام لا إله إلا الله أشهده أني لا إله إلا الله الله وأشهده أنه محمد رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله عارفة يا محمود مه؟ المستشفى دي كان وشيه حلو عليا وأم خالد سقطت أربع مرات ولما حملت في خالد بتولد هنا في المستشفى وسميته خالد على اسمه عم الشهيد رب أنا أحفظه أرجعه لك بالسلامة إن شاء الله خالد كلمني وقالي أنه جاية وأنا أعمال أكلمني تليفون بيرين ومحيتش بيفون مستشفى أكيد ما أسمعش التليفون ولا حاجة مستشفى مبروك يا أستاذ علي الله يبارك فيك هو ده أول حفيد هيك؟ أه ده أول حفيد لي وهتسمي الجميل إيه بقى؟ أيوة يا خالد ده أنت تكلمت في الوقت المناسب البنة عليه لسه مشرف خد بقى علشان تسمع صوتك هلو؟ هلو؟ أيوة أخو مش ذاتي لفون خالد؟ أيوة بس خالد راح عند ربه شهيد في إيه علي؟ هتسمي إيه؟ هسمي خالد هسمي خالد خالد سعيب لك سيرة بعد ما موت في كل مكان هتلقاها سعيب لك اسمه وسط الناس أتفضل بيه بتدباها سعيب لك صورتي بالأضرور سعيب لك جنبها رسالة عشان خاطر بلدنا تعيش طبيعي يضحوا رجالة أبوك اختار البلده يكون جدر حامي أبوك اختار يبوت علشان هدف سامي بتمشي الناس لكن عيشة عيشة الأسامي سعيب لك ناس بتدعي لأبوك يكون في الجنة قصر يا رب وهيحبوني ويحبوك سعيب لك بعدي مليون قط سعيب لك يا ابني كنز كبير مالوش آخر ولا له حصر سعيب لك أرض كلها خير سعيب لك إيه سعيب لك من مصر أبوك اختار بلده يكون جدر حامي أبوك اختار يبوت علشان هدف سامي هتكبر بكرة وهتفهم هتفهم قصدي وكلام